موسيقى وسط الظلام والنجاسة هيبان المؤمين الحقيقيين اللي هم نور للعالم وملح للأرض وهذا بقودني لسؤال يعني تعليق على كلامك احنا حكينا عن الزرع الزوان والحنطة والزوان ومنقدر نميز لما بيكبر وبتطلع السنابل لكن احنا اليوم انا وانت والجمهور المشاهد ازاي كيف فينا نميز الحنطة من الزوان اليوم انا مطالب من كلمة الله ان الرب يديني تميز عجبني اوي لان لوحد يقول طب انا مؤمن غلبان اعمل كده ازاي يحنى الاولى اتنين اخ نظار بيقول الرسول يحنى انكم لكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء فانا عندي امكانية من خلال الروح القدس ومن خلال كلمة الله اقدر من خلالها ائيس وميز بين الحقيقي وغير الحقيقي هل في عندي بنود اقدر اميز من خلالها ايوة عندي بنود حاجة الاولانية هو الشخص المؤمن الحقيقي المركز بتاعه هو المسيح الغرض بتاعه المسيح قال يحنى المعمدنيا بغي ان ذاك يزيد وانا انقص اما الشخص المزيف المركز بتاعه هو انا ديوتريفوس الذي يحب ان يكون الاول امر تاني هو حياة المسيح حياة المسيح عندما يظهر حياة المسيح عندما تظهر ضمانات المسيح في حياتي يعني الشخص المزيف استحال يقولك انا عندي ضمان الحياة الابدية اما المؤمن الحقيقي يقدر يقول بملء الفم لان لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح الشخص الحقيقي له علاقة وشركة حقيقية مع الله يا اخ نظار دا الحنطة له علاقة كده الكتاب بطرس الاولى اصح اتنين بما انكم ولدتم من الله ولادة جديدة كاطفال اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به اخر حاجة اقولها واكتفي بيها هو دا ما قال الرب في متى سبعة من ثمارهم تعرفونهم الشخص المولود من الله الحنطة الحقيقية له ثمر والثمر ببساطة مش الوعز والترتيل لان كله بيوعز النهاردة لكن الثمر هي حياة المسيح بر وصلاح ثمر الروح احيا لانب المسيح يحيا فيه ريحة المسيح الزكية حياة المسيح قداسة المسيح طهارة المسيح روح المسيح لكي نكون مشابهين سورة ابنه موسيح